يا مساء الخير تعال نعمل مع بعض الشيكن سترابس كالعادة مقرمشة من بره طرية جدا من جوا وعشان ده الانفرسري السبعة وعشرين لأي هرب عاملين عروض وتخفضات قوية جدا بشكل يوم ومدة شهر طبعا باخبنا عندهم الأوميجاسري الكولاجين بشكل دائم كمان مقرمشات الشوكولاتة البهرات اللي هحتاجها في وصفة النهاردة الفلفل اسود بالمطحنة شاي اللامون ده الكاتشاب كمان عضوي الوصفتنا النهاردة والفانيلا عندهم مستحيلة قدر استغنى عنها أخذت صدور الفراغ قطعتها صغبع دفت عليها كباية من اللبن الرايب بيضة الملح والفلفل ومع علاقة صغيرة من بودرة البصر لبودرة التوم والبابركة ورشة من الأعشاب المشكلة هقلبهم كلهم مع بعض وخل الخلطة دي تتبل على الأقل ساعتين وحضر خليطة تغطية كباية من الديق مع ربع كباية من النشا ملح وفلفل ورشة من كل البهرات اللي استخدمناها داني هقلبهم مع بعض وبعدها باخد قطع الفراغ كده بقلبها في الخلطة بتاعت الديق دي كويس جدا وحطها على الصينية هقليها في زيت سخن لحد بس ما تاخد لون دهبي هتطلع معاكم مرمشة من برة طرية من جوة طعمها لذيذ جدا أنا صراحة بناتي قالوا لي أحلى من الجهزة بكتير وقدمتها مع الكاتشب العضوية